خبر عن طلاق النجمة الكبيرة شرين وحسام حبيب مهما أقول لكم مش هتصدقوا هي قالتين تم الانفصال بشكل رسمي من المدعو حسام حبيب خلافات جديدة ومثيرة نشبت بين شرين عبدالوهاب وحسام حبيب يا طراء الحكاية من ساعة نزل خبر عن طلاق النجمة شرين وحسام حبيب أنا اتصلت بيها أعرف حقيقة الخبر شرين أكدت الخبر أن الطلاق قد حدث أنا أقول لحضراتكم الكلام اللي هي قالت هولي أنه كان طلاقا حضاري طلاق محترم بهدوء وبدون مشاكل وقالت لي برضو بالنص أن هي كويسة وهو كويس ولكن هم قرروا أن هم يطلقوا في النهاية بعد عواصف كثيرة أشياء يعني حضرتكم حضرتكم جزء منها فشرين تؤكد طلاقها من حسام حبيب خلينا أقول لكم أن الست اللي بتتنازل عن كرامتها ومستقبلها وحياتها وتقبل تتهان بالشكل ده تستاهل أي حاجة تحصل لها بعد أكتر من خمس سنوات انفصلت الفنانة شرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب وده بعد خلافات وأزمات كثيرة جدا في فترة الزواج وأدت إلى دخولهم للمحاكم والفضايا انتشر الخبر على نطاق كبير جدا بين الصحف المصرية وكان من بينهم موقع الكاهرة 24 اللي كان حريص على نشر الخبر بشكل أسرع واللي حصل هو خلاف كبير جدا بين شرين عبدالوهاب وحسام حبيب وده بعد مشاركتها في رواقع صنباطي بموسم الرياض الشهر الماضي وده اللي خلت شرين عبدالوهاب تغادر السعودية من غيره رغم أن حسام حبيب كان حريص على ظهوره أثناء الحفل لكن كان هناك خلافات بسيطة بين شرين وحسام وساعتها طلعوا وأكدوا ونفوا الخبر وقالوا إنها شائعات وليس لها أساس من الصحة ومش بس كده دي كمان أكدت شرين وقتها إنها بتعيش في حالة من النشاط الفني وقالت الكلام اللي منتشر عن خلافات بيني وبين حسام ده عبسه مش صحة وبعد ده كله من ساعات بس انتشر خبر الطلاق بشكل رسمي خلينا أقول لكم إن دي مش أول مرة شرين بتنفصل فيها عن زوجها في الفترة الصغيرة دي دي تالت مرة وبتعلن الانفصالة وحصلوا قبل كده من قبل وانفصلت شرين عن زوجها حسام حبيب في 2021 وأكدت وقتها شرين الخبر بشكل رسمي ونشر بيان رسمي بينص على الطلاق على موقع اكس تويتر وساعتها شرين قالت النجمة شرين عبدالوهاب بتحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب وبتؤكد وقوع الطلاق رسميا في ضوء ما تم تداوله في المواقع المصرية والعربية من أخبار تضمنت انفصال النجمة شرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب وأعلنت النجمة شرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوت في تفاصيل حياتها الشخصية وبعدها فجأت شرين الجمهور بحل إشعارها على الزيرو وده بسبب الأزمة النفسية اللي حصلت لها بسبب حسام حبيب وساعتها تداول بينهم شتاء مسبق قصف ومع ذلك رجعوا لبعض أنا بحبه ده ما في حياتي ما تأذد من إنسان كده ده إنسان قلبه السود وبيختب كل الناس والموضوع ما وقفش لحد هنا وبس لا دي الأخبار انتشرت إن شرين في مستشفى للإدمان وإن حسام هو اللي زد بيها في المستشفى ولكن اللي حصل إن حسام حبيب قال إن أخوها هو اللي خدها ودخلها مصحة للإدمان وده بسبب رجوع شرين لحسام في السر وبالفعل استمرت شرين في مستشفى لعلاج الإدمان حوالي إسبوعين وبعدها خرجت شرين عبد الوهاب وقالت ما لا يقال عن حسام حبيب وقالت إنه بيبتزها بكل الأساليب وكان بيستعمل معا العنف بالضرب والسحل والإهانة والجمهور ساعتها تعاطف معاها للمرة الثالثة ولكن اتفاجئنا كالعادة برجوع شرين وحسام حبيب وكاد بكتبهم على الهوى مباشرة من خلال برنامج الحكاية مع عمر أديب وساعتها قالت شرين أنا بطمن الناس علي وبعتزر لحسام حبيب عن مصادر مني في الأيام اللي فاتت بس أنا في عزمة راجل طيب جدا وحبيب من البداية ولو كنت طلعت وقلت كلام عنه فده شيطان حصل بينه وبين أي اتنين متزوجين إحنا كنا ضحية حاجات كتير قوي والحمد لله ربنا فكها علينا بسلام وساعتها الجمهور استأمنها جدا جدا وده من اللي بتعمله تصرفاتها اللي مش موزونة وقالوا إن محدش هيصدق شرين تاني ولا حد هيتعاطف معاها واستمر الزواج بين شرين وحسام لحد اليوم وتم الطلاق والانفصال للمرة الثالثة شرين في الفترة الأخيرة خسرت نفسها وجمهورها وصحتها وسطها ولكن لما حاولت تسترجع نفسها من تاني وترجع بقوة وتقف على رجليها بتفشل للمرة الأخيرة وفي النهاية أقول له كلمة ليش رين عبدالواهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر